سؤال الحقيقة من أسئلة المهمة في زمن نحن بأمس الحاجة إلى العناية بأبنائنا وتحميلهم المسؤوليات إن لم نثق فيهم ونكلفهم ونحملهم مسؤوليات ونتحمل أخطاءهم وفشلهم ونشاركهم في هذا وذاك لن نستطيع أننا نربيهم على المسؤوليات لأنه إذا كان الأب يريد ضمان لنتيجة ما يحمله الإبن لن يستطيع أن يحصل على هذا الضمان لن يستطيع فعند ذلك لابد نثق فيه ولابد نكلفه ولا تحمل خطأ وفشله ونعطيه فرصة أخرى بل هناك ما يسمى بالتربية بالممارسة أو بالتعلم بالمحاولة والخطأ هذه قضية من القضايا المهمة جدا فالإنسان يتعلم بالمحاولة ثم يتعلم ثم بعد ذلك يعني يصل إلى الصواب ولا يحصل له الفشل لأنه قد تعلم وتدرب عليه من قبل وأدرك الوضع الذي هو فيه فأصبح بعد ذلك قادرا على تجاوز حالات الفشل وحالات الإخفاق والمشاركة معه حتى يشعر أن الأب وياه أيضا يتحمل مسؤولية وإنما ليسه أوامر ومن برج عاجي وينتظر الأب والإبن أن ينفذ هذا الأمر وإنما مشاركة مع الإبن والإبن يتحمل مسؤولية كذلك كما يتحمل مسؤولية الأب الشق الثاني السؤال الآخر كيف يكون سعيدا وناجحا كيف يكون سعيدا وناجحا حقيقة ممكن أن نقول من خلال التربية الإيمانية وهو علاقة الإنسان بربه مهمة جدا جدا تفعيل هذا الجانب الحقيقة في أجياننا أيها الإخوة من خلال التربية الأخلاقية وهو ما يرتبط بالقيم الاجتماعية والأخلاقية بينه علاقة بينه وبين الناس والآخرين هذه قضية مهمة جدا وأيضا أقول تحقيق دافع الإنجاز ومحاولة أن نساعدهم على أن يثبتوا أنهم منجزين في هذه الحياة عندئذ نستطيع أن نجعلهم سعادة ناجحين بإذن الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر